اشتركوا في القناة وتخالف العادات والتقاليد وخرق للقيام والدين ومنهم من ارتكب الجرائم لايف اعتقادا منه بأن اسمه سيخلد عبر السوشال ميديا واليوم سنتحدث عن الخلفية الاجتماعية والانسانية ما بين الحياة العادية والسوشال ميديا مع ضيفي الدكتور الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارن أهلا وسهلا فيك أهلا فيك كيفك دكتور تمام للمتابعين سواء اللي بيعملوا فيديوهات واللي بيتابع الفيديوهات إن شاء الله يكون مشوق ما بزعل بس إن شاء الله لا هي أنا بتوقع بتوقع حلقتنا لليوم حتزعل ناس كتير ما هو عراه أفكار كل واحد عنده رأيه ويعني مفروض إنه يتقبل للرأيهات طيب خلينا نسألك دكتور بداية هل استباح أو استباحة السوشال ميديا بيوتنا نعم أصبح العالم الافتراضي هو العالم المسيطر في عالم متغير أصبح السوشال ميديا هي مكان أو حضور الكل في الأسرة اللي هي أساس المجتمع وبالتالي بدت في البيت كلهم مفاتحين على وسائل التواصل الاجتماعي فيس، استجرام، توك توك وإلى آخرين وبدوا يتابعوها وبدت يتكلموا في الأشخاص الموجودين فيها وبدوا يلتقطوا إشارات كثيرة منها وبالتالي دخلت لبيوتنا ودخلت لأطفالنا ودخلت حتى في عقول الكبار وأصبح العالم حاليا عالم السوشال ميديا وبالتالي وكأني أرى أن العالم الافتراضي هو الأصبح العالم الموجود أو العالم المسيطر وليس العالم الحقيقي وبدليل أن أصبحت العلاقات كلها وإلكترونية وصاروا يقولوا في زواج إلكتروني كمان وبالتالي أصبحت وكأنه هذا العالم الافتراضي حولوه إلى عالمهم هروبا أعتقد من عدم قدرتهم على التعامل مع العالم الحقيقي وبالتالي هربوا منه إلى عالم غير واقعي تماما كمن فصل بيننا الوعي واللاوعي كما نسميها نفعل من نفسه كأنه أصبح لديهم مرض نفسي شامل فخرجوا من الوعي إلا لاوعي خرجوا من الحقيقة إلى الافتراض يعني هون يصنف مرض نفسي هذا نعم يسمى مرض نفسي اللي قاعد تارك أموره والحياة وهارب من الوعي إلى اللاوعي هو هذا مرض نفسي يعني مش حالة طبيعية ويعني كلا منهم يسأل نفسه لنفسه يعني هل هو يعيش في العالم الحقيقي أم في العالم الافتراضي هل ما يراه في نفسه في العالم الافتراضي أل هو حقيقته هل ما يقوم فيه في العالم الافتراضي من حركات ومن متابعين ومن لايكات هل هو هذه حقيقته هل هو في المجتمع في العالم الحقيقي له هذا الدور هل هو له هذه الشراء له هذه المكانة إذا كانت ليس له هذه المكانة وليست هذه الإقاء وهذه الشراء إذن هو فيعيشه في حالة من الفصام نسميها انفصام إن شاء الله يا رب انفصام اجتماعي أيها نعم بس أنا عملت بحث دكتور عن هذا الموضوع مبارح يعني مطول برضو من الشبكة العنكبوتية أنه شفت أنه هذا يعني اللي عندهم هوس الشهرة خليني بس أنوه لهذه النقطة هذا مرض يسمى مرض السيكوباتي والانفصام لأنه هو زي ما تفضلت حضرتك هو بيكون عايش في واقع يعني غير الواقع تبعه واقع افتراضي مش واقع الحقيقي لإله هو في الحقيقة حتى أكون مصفة وسائل التواصل الاجتماعي إلى إيجابيات من يتعامل مع هذه الإيجابيات من يحاول أن يوصل محتوى ثقافي أكيد لكن هي قلة نادرة أصبحت سياسي تاريخي هذه ليس عليها خلاب بالعكس يا دائرة صحيحة لكن أنا هنا لا أتكلم أتكلم عن من يخرج لايف 12 ساعة من الـ 24 ساعة ومن يكون في الجلسة طول جلسته سواء في العمل ولا في البيت حتى هناين يظلوا ماسك فاتح على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ليشوف أشياء معينة وفقط لأنه يقدم إشي غير مهم أو غير ما له أي محتوى هؤلاء اللي بيعيشوا في العالم الافتراضي وحالة في الصمي نعم طيب دكتور ماذا يعني هذا الكم الهائل من المتابعين هلأ مش اللي اللي عام يعملوا المحتويات سواء هادفة أو غير هادفة المتابع هلأ شو بيعني هاي الكمية الهائلة منهم لأصحاب المحتوى اللي بدون معناه؟ لأسف هو احنا أصبح مجتمعنا في فراغ خاصة عند الجيل صار في فراغ ثقافي صار في معندهم مش مفاهيم ومعاني إنسانية أو أنشطة أو عندهم هداف حقيقية في الحياة يشتغلوا عليها ويفكروا فيها ويعملوا عليها فأصبحوا يبحثوا عن السهل فوجدوا أنه في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المواقع اللي فيها جنس فيها الضحك فيها هزل فيها سقرية فيها مواقع هي البيئة الخاصة بتبعه وبالتالي أغرقوا فيها وغرقوا فيها وخلقوا مشاهير من خلالها وهذا للأسف لأنهم أصلا ما عندهم مجال ثقافي أو عندهم اهتمامات ثقافية أو عندهم أهداف اجتماعية أو عندهم حتى نجاحات في مجالات مختلفة فبالتالي يضعون وقتهم تماما كلهم في أشياء لا تفيد ولا تقدم شيء فبيعملوا لايكات وبيعملوا قولوا لأي محبوب وبالعكس ما يترجعوا حالهم للمشاهير علشان يعني كمان يكونوا معه يعني أنه بيتفخر أنه أنا كنت معه يعني أو يتصوروا معه أو هذا كله نتيجة هذا كله مشكلات لا فراغ الثقافي فراغ الاجتماعي فراغ نفسي حتى فراغ عاطفي ما في مفاهيم مواضحة للحياة عنده ما في مفاهيم ناضجة لا فكريا ولا ذهنيا أنا يعني هذا العالم المتغير أفرز إن هاي الأشياء هلا ما بنقدر نقول عنها وهي واقع معاش وبالتالي يجب أن نتوقف عند كيفية التعامل معها وكيفية النظر إليها في عالم متغير كل يوم بتغيروا كل يوم بالشكل كل يوم بيجينا شيء جديد وين الأصل وكيف الحل؟ هنا السؤال طيب هذا سؤال كتير مهم دكتور لازم نرجع لأنه شو نتصرف وشو الحلول إنه حتى نوقف عند حد معين وما نعطي مثلا أي شخص أو أي محتوى قيمة إحنا بنرفحها وإحنا بنصنعها كأشخاص إحنا عم نتابع وعم نعمل اللايك وعم نعمل الشير للفيديو يعني هاي ضروري إنه نحكي عنها كيف نتوقف عند هذا الحد بدي أسألك دكتور إنه أصبح السوشال ميديا بهذا العصر برأيك الشخصي بديل عن العالم الطبيعي والحقيقي إحنا حكينا قبل يعني بالمقدمة لكن كشرح وتفصيل إنه فعلياً الناس صارت تشوف هذا بديل مطلق للحياة الطبيعية؟ هو بالواقع إنه أصبح شبه بديل يعني شبه؟ آه نعم وأخدرين ذلك إنه مناسباتنا صارت سوشال ميديا وفراحنا سوشال ميديا حسانياً حساننا شوش الميديا واتصالاتنا شوش الميديا بنشوف بعضنا على الكانيرا الآن في بعض الفوائد كأسرة خلينا نقول اللي متغرب الكذا في بعض الفوائد هاي من نحكي آه كتطبيقات خلينا نقول أنا قلت بالبداية بإنه أنا مواقع التواصلت مع إلها فوائد لما بتكون عند استخدامات الحقيقية لكن أنا ما بتكلم عن زي الاستخدامات أنا بتكلم عن الاستخدامات الغير مبررة يعني أنا وياكي بتكوني أنت بالغرفة هديك وأنا بالغرفة هاي وفتح اللايف يعني عشان ما نحكي مع بعض يعني في قصة رواها إلي شخص ويعني بيقول لي أنا روح تزور ابنين أنا ومرتي روحنا أمه ونزوره اشتقي له فقعدنا عنده فاتحه التليفون ومرته فاتح التليفون وأنا قاعدة أنا مرحلش معكي معنا بعدين لما حسيت الموضوع كتبت له على الواتساب بابا أنا إذا سمحت ودي أطلع على الواتساب؟ ومو شايفني جاي الواتساب فمحتن قل له لا فيعني هذي هذي واحنا بنشوف احنا بنشوف القاعدة بكون فيها عشرة كل واحد قد طالع تليفونه رابليش بالتقين انتو صاحبه وصاحبه بالتقين مع بعض قاعدين فيه كافي كل واحد فاتطلع تليفونه رابليش بالتقين مع بعض يعني انت ما بتعيش حقيقة الواقع يعني ما بتعيش متعة الحياة الطبيعية الواقع الصحيح هل انت ما عندك القدرة أو ما عندك موضوع علشان تقدر تتكلم فيه؟ هل ما عندك قضية في المجتمع وقضية في العائلة وقضية في الأسرة وقضية في الحياة وتتكلموا فيه لدرجة انه انت فاتع على ما بدري مين فلاني ولا علان على التوك توك ولا على الانستجرام ولا على ما بدري شو وبتطلع لك بتقول لك عندي مليون لايك وهي شو بتسوي؟ بتطلع مشلحة بتقول لك عندي مليون لايك يعني شو هالثقافة تبعك؟ شو هالرسالة اللي انت بتعديها؟ هو ذكرت حضرتك فراغ ثقافة هذولة بيعملوا ثروات من وراء عرض أجساد من وراء عرض كلام بني من وراء اسفاف وتافة من وراء يعني أشياء تافة أصبح هو ولد ثروات هذا شو سوى؟ شجع أكثر الجيل على أنه يتجرى حتى على العادات والطيم والأخلاق بغذ النظر عن شو اللي بيقدمه بغذ النظر عن شو بالدنيا المهم هو بعيش في هذا العالم الافتراضي والعالم الافتراضي هذا بعطيه تحفيز بقوله انت تمام هذا بيعطي بيفرز العائل عنده الدوبامين هو هرمون السعادة فأنا جاييني لايك وفولو هو يعيش في عالم وهمي العالم الافتراضي عالم وهمي وبدأ أقول لك لو أنت نجحت على العالم الافتراضي كدهش بدك تنجح ولو جاب لك دخل كدهش بده تجيب لك دخل وبعدين ونتفهمه بعد مش عم بيفكروا فيما بعد لا ما في تفكير فيما بعد إذا أنت عم بتليش في عالم وهمي نجاح وهمي هذا رح يطبك مرة واحدة وبصير عندك اكتئاب وبصير عندك هوس اكتئابي وبصير تتخيل فبصير أصلا مريض نفسي في الشارع لذلك لابد دائما في الحياة الواقعية الحقيقية هي قيام الإنسانية على مبادئ وأهداف وبناء حضارات لما ما بيكون هذا الشي موجود معناته احنا ما عندنا أصبحنا خاليين فاضيين ما عندنا أي محتوى ولا مفهوم حتى نستطيع أن نبني إلى مجتمع ولا نبني أنفسنا حتى صحيح صحيح دكتور رح أرجع نكمل حوارنا معاك وحوار شيق جدا لكن مشاهدينا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدي أسألك برأيك شو هي الإشكاليات النفسية اللي بتصاحب المشاهير بأصنافهم المختلفة على السوشال ميديا الناس اللي على السوشال ميديا ومشاهير بسموه حالهم أغلبهم إذا بترجع لتاريخه أو بترجع لنشرة الوسرية فيها حرمان كثير حرمان؟ نعم اثنين الحصير الثقافية اللي عنده مش عالية يعني ما احترام لهم كلهم لأنه هو لقى حاله في مجان ولقى حاله هون ملقاش حاله في مكان تاني لأنه هذا الإشي اللي لقى حاله قادر في التعبير عنه عن نفسه فيه فهو بلش يعبر عن نفسه فيه لقى الناس بتقبلوا على هذا الشي وبالتالي استمر فيه فهو أخذ شغرة وعدد متابعين وما بعرف شو كبير فهو عاش العالم عاش الحالة تبعه فأصبحت حالته فهو صدق نفسه كثير يعني في هذا الاتجاه فبلش يعبر عن حاله بهذا الاتجاه وفي ذهنه وفي فكره إنه أنا عندي إبداعات كثيري وأنا لو ما عندي إبداعات وقدراته ما كان عندي كلها تكم من الفولوورز واللايس البنت تقول لك أنا لو ما أني حلو كثير جذابة كان ما عاشوا عندي أذور القد طبعا كل واحد يتعبر عن جاذبية توهية بشكل مختلف لكن للأسف هلأ صرنا نشوف معلش دكتور هاي من ناحية للنفسية بدي أسألك عليها خصوصا الصبايا طبعا مع احترامي للكل أنا بتستخدم جسدها كسلعة على السوشال ميديا مش بتعبر عن حالها حتى ولا بتقلد ولا بتعمل فيه فيه بعض المحتويات أوكي لكن من ناحية نفسية هي لما يعني شو اللي بيكون عندها نقص إنه حتى تورجيه على السوشال ميديا وبنلاقي عندها متابعات بالملايين يعني هي بيكون عندها الإمكانيات الفعلية الحقيقية لنضوج الفكري والذهني والثقافي مي موجودة مؤكيد فبالتالي هذا الإشي الوحيد اللي عني ده ممكن إنه يكون مؤثر قد يكون إصطناعي مش مش طبيعي كم يعني لا أكثر والله غير يقول علي علينا لا تهجموني مشان الله يعني حكينا وذكرنا مع الاحترام للكم أنا بتكلم يعني مع احترامي للجميع لكن كلهم أكثرهم مظاهر عليهم التغييرات على الشكل ومو غلط بقول لك مع الوقت ما في شيء يعني ما في عمليات إنه هيك مع الوقت يعني الموديلات بتختلف كلها بتقول ما في عمليات ويعني وهذا شي ميل وصاير بنت وهذا متحول وصاير ما بعرف شو أبسط شي بنشوفه وهذا بتكلم في كلام بصراحة سفيف يعني بتكلم مع بنت في جسمها وفي السكس وما بعرف شو ونشاغر من ورا هيك هيك يعني محتوى بقى بالظلط يعني أنا في منهم ناس نفسه بيحترموا بيقول أنا عارف إنه محتوي صخيف بس الناس بيجوا عليه لأنهم هيك هيك وما بيحبوا هيك هو بيقول هو يعني أنا في واحد منهم سفته بيقول أنا عارف إنه محتوي صخيف آه بس هذا اللي ماشي فأنا بجيت معه هلا 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 للأسف إنه أذول الناس كلهم عندهم مشكالية في احترام الذاتي في احترام الذاتي يعني احترامي لذاتي يعني أن لا أخرج بشكل لا يليك فيه اجتماعية لأسف أنا ما بنغرر في السوشال ميديا العالم الافتراضي واحد يتنزل صورة تبتلجة مليونة تعليق يعني هل معناته هي حلوة يعني؟ هل معناته هي يعني هذا تقدير يعني؟ لا بلاس هذا الشي كمان دكتور غير صورتها وغير إنه التعليقات وإنه مثلا هي حلوة أو لا هلأ للأسف أنا كشخص وهذا رأي الشخصي فيه أشخاص أنا ما بعتبرهم أصلا مشاهير لكن تصدفهم عبر السوشال ميديا أنت بتقرأ التعليقات التعليقات كلها للأسف بهادل وتهزيق في هاي الشخصية وبيكونوا مش شايفين مثلا هاي التعليقات هو بكيف عليها بتعرف إليه؟ لأنه بتعني بالنسبة له أنه بيجمعها بيجمعها تقريبها كثير أيها هلأ هو بالنسبة له حتى السلبي بالنسبة له كويس هذا بس أكيد مرض نفسي دكتور بالضبط هو يفتقد إلى الذات يفتقد إلى المحتوى الذاتي يفتقد إلى هل لازم يحفظوها؟ الاحترام الاجتماعي يفتقد إلى قدراته الذاتية في إيجاد تحيز اجتماعي إله لأنه من السلم أصله في مصله في النمو الطبيعي للإنسان أو هذا ما بعرفت جزء غلط في الأسفل هذا الهرم منه المكان الاجتماعي اللي كنا بنسعى لها أنا بس على المكان الاجتماعي في مساحات محترمة وبالسلم في ثقافية اجتماعية علمية تاريخية هو ما لقاها ما قدره أن يحققها فراح يحققها في عالم افتراضي غير عقيقي هو المكان الاجتماعي لازم تكون في العالم الحقيقي بشي الافتراضي لأنه هذا العالم الافتراضي اللي أنت بتعيش فيه هو مبني على فرضية خاطئة فرضيتك بأنه أنت إلك وجود ومؤثر لا هو هنا فرضية أنه أنت فيه أو جدد أنت فيه اللي بتفعله جماعة أخذت فئة هي بتبقى عندها نقص في هذا الشي لقته فهي لقته معك كنفس طبعا نقوم معك لحالك كل اللي زيهك رح يكون عنده يعني رح يكونوا فولاورز بالضبط فبالتالي أنت هيك يعني أنت سلعة سواء شخص أو أنت سلعة يعني مش مش حقيقة أنك كإنسان يعني ما في احترام لإنسانيتك كإنسان هو احترام لجسمك اللي بتعرضه احترام لرغبة هذا الشخص اللي عم بصدتها عليك المؤربة جفية عنده رغبة عنده رغبة محبوسة مو قادر فرغها هوك أنت عندك إحساس من جواتك أنت يعني بأنه ألفاظك هاي اللي ما بارسوه بتلقاها هون إنها بتتلفظها شخصيتك أنت أنت عم تبرد شخصيتك الحقيقية في العالم الافتراضي لقيت لها مكان بس أنت في العالم الحقيقي ما بلقى لها مكان وليذلك غير مقبولة بتكون في العالم الحقيقي أنت بتعيش في العالم الافتراضي وبالتالي أصبحت أخذت حقيق الصحيح في ظل المجتمع المتغير هذا في ظل هذا المجتمع للأسف الفكر الفكر ما عنده ثقافة واعية ومعنده أهداف وعنده إنجازات حقيقية وللأسف كمان بنشوف حتى زوج وزوجة على السوشال ميديا يعني مش بطل الشخص نفسه هون كمان بدي أسأل دكتور يعني هلا أنا في للأسف وما بيطلعوا لك فجأة على يعني إحنا ما بندور عليهم وصاحب الثقافة واللي عنده قيم ومبادئ ما بيدور على هاي الشخصيات أبدا حتى يلاقيها أو يبحث عنها وشوف شو محتوى هاي تطلع لك حسب الترويج لإلها وحسب التريند ومين بركب الموجة تمام ففي مثلا واحدة بتكون تسرق عجازها أشطف أعمل سوي كذا بتطلع قراءة عليها بعلم النفس هذا الشخصية المازوخية مثلا اللي بحبي يتهزأ بحب إنه والسادية وهذا موضوع مختلف عن حلقتنا لكن صار نشوف شغلات معقول إحنا في مجتمع عربي محافظ هلا بعيدا عن المحافظة لأنه مظل في محافظة لكن اللي أنا بتتكلم عنه أنه هذول الناس بمثلوا الأدوار عشان يجربوا مشهادات يعني هو ما فرقت معهن هاي مرته وملاز بتكون يعني هيدا المظهر بتكون فيه نحكي عن عن المرؤة أو النخوة ما فرقت معهن هذول يجب مشهادات علشان يجيب مصاري بالآخر على حساب مين مش فارقة حساب إيش مش فارقة مش مهم وبالتالي هذا كله بعطينا انعكاس اجتماعي إنه المجتمع في بداية في النهايات وبداية هذا هذا التغيير القيمة الأخلاقية صارت قيمة مادية والقيمة الأخلاقية اللي زمان كنا نحتفظ فيها ونتجد فيها ونفتخر فيها ونفتخر فيها صارت قيمة مادية تماماً فصار الأهم هي بديش أجيب مش مهم أنا شو بديم قول الناس تجيبولي أنا وان بجيب مصاري هم الناس قدروا يشتروا لسيارة أنا منهم بجيب سيارة بس حساب شوه حساب شوه ما هو فيه أشياء المصاري سهل تجيبها إذا بدك تستخدمي طريقة لكن هذه الطريقة تناسب احترامك لنفسك احترامك لشخصيتك لإنسانيتك حتى وانت بتدر إنسانيتك احنا حكينا بداية الحلقة من ناحية اجتماعية وإنسانية صحيح من ناحية إنسانية انت صارت السلعة تعرض فتجيب ثمن وعم تعرض أغلى الناس عندك عم تعرض أهم إشي الرجل بيحافظ عليه في بيته وفي أسرته وعشان تجيب مصاري هاي الإشكالية في التفكير هلا هو كيف يفكر بعرفش يمكن هو بيناقذني في التفكير ممكن يعتبره رقي حضارة يعتبره تحظر رقي حضارة لكن السؤال الأهم إنه متى وين الصحة النفسية فيه كيف بدك تربي أبنها أنت أنتهم جدية في الحياة مو أنت هزلي للأسف صاروا يستخدموا الأطفال كمان بالسوشال ميديا أنت بتقدم نموذج هزلي كيف الابن هذا اللي بده تربيه اللي أنت نموذجه بده يحقق هدف حياته حقيقي فأنا بعتقد أنه أنت دمرته ودمرت عالك لأنه أنت حتى في الحصيل اللي بتصلها المادية الحالية من ورا هذا المواقف زي ما قلنا قداش بتتستمر لنفرض جدلاً هاي الرئيس الأمريكي ودوك في التوكتوك طيب أنت معناته أنت بتسترزق من رأة التوكتوك راح التوكتوك شو بدك تسوي؟ راح اللي سناب شات شو بدك تسوي؟ بخصوص هذا بس بدي علق تعليق صغير إنه راح التوكتوك راح ببناء حياتك وتكملتها فبالتالي أنت كمان بتعرض أطفالك للخطر بتعرض أطفالك للأسر للخطر هاي مخاطر أنا بحب أقولها أنا ما بتدقن في سلوكك أكيد نحن كإعلام وجهة إعلامية نوصل رسالة هادفة بالضبط أنا بقول لك أنه أنت بهذا الاتجاه عم بتخلق إشكالية لجيل بحاله لأبنائك اللي هم فليد يتكبدأ لنفسك النماذج نماذج خاطئ يا جماعة علمياً الطفل بلتقط كل سلوك وشخصيته من البيئة الأسرية أول إشي صحيح هاي ملاحظة جدا مهمة وإلا أنت في بيئة أسرية مضطربة بيئة أسرية أنتم مرتك قاعدين 24 ساعة على اللايف طيب أنت بتطعموهم هؤلاء أنت بتنتمو فيهما هؤلاء والأولاد هؤلاء شو بعملوا أصلاً لما أنت بتكون ملتهي عنه مالقد طيب ما فيه ستات يا حراب من الصبح للمساء وهي دوب ولا تتلحق عليهم طعمهم وتدير بالا عليهم ونتبعد راسبتهم واواواوا إذن دورك الوسر التغى أنت لغيت دور مهم بالنسبة الأسرة كيف تشك فقط أسرة ونت لغيت الد dimension الحياة مش كلها هزل ولا كلها المزح ولا كلها لعب صحيح أنا بنحب الحياة صحيح بنحب نعيشة صحيح بنحب نبسط فيها حياة فيها دوائر كثيرة فيها دوائر عمل فيها دوائر مجتمع فيها دوائر أسرة فيها دوائر إنت فيها.. فهي الدوائر كلها لازم بتتكامل ما بنفع دايرة على حساب داائرة أنا مو ضد الإنسان اللي بيطلع على السوشال موديا في محتوى جيد بيقدم فيديو بيقدم لايف ساعة في رسالة اجتماعية رسالة إنسانية رسالة اقتصادية بكثير ناس بيقدموا رسالة مفيدة رسالة اقتصادية اجتماعية سياسية دكتور هلأ يعني فيه أيقونات علمت مدى التاريخ وبصمت ما حكوا ولا كلمة وأدوا أدوار مهمة جدا ورح يظلهم مستمرين سواء شئنا أبينا رح يظلهم مستمرين كأيقونة مش مجرد إنه أنا حدا عم بطلع بعمل أي شي وخلص أنا اللي بدي أحكيه بشكل عام أنه كل إنسان يرى في نفسه نفسه في مكان معين فيقدم نفسه على أساسه وهذا جميل لكن على أن يكون ليس على حساب شيء آخر أن تقدم نفسك في مجال معين بوقت معين أنت حر على أن تكون في هذا أنت عند قناعاتك في هذا الشيء سواء شو كنت إيش المحتوى اللي بتقدمه أنت حر أنت اللي أنت بتبرز نفسك أنت بتقدم نفسك والناس حرة تحكم اللي بديها لكن اللي أنا بتكلم عنه أنه العالم الافتراضي لازم ما نتعامل معه على أنه هو حقيقة كاملة العالم الافتراضي وجد لخدمات معينة وجد لغايات معينة وآتاف معينة وبالتالي يجب أن نؤدي هذا الدور من خلاله ولازم أن لا ينسينا حياتنا الحقيقية كمان السوشال ميديا استباحة البيوت بطل فيه سرية بطل فيه الواحد بعرض بيته وهو في البيت وهو طالع في السيارة وراي على المطعم وهو نازل وهو زاير ما بدل مين هلأ أصبحنا معندنا حرية شخصية؟ طيب ما أنت حريةك الشخصية بالرحب أنت عم تقردها في الشارع مع أنه الدستور كفل أنه حقق الشخصي ومعلوماتك الشخصية أنه تكون بسرية تامة كدستور فإحنا منيجي بنطلع أصلا هاي الحرية الشخصية تبعنا اللي بنسميها حرية شخصية وخصوصياتنا بنطلعها للعلن شو البعد الفكري البعد الاجتماعي البعد النفسي اللي أنت بتحسه وانت بتعمل هيك شو الانبساط اللي أنت مشوفه وانت بتعرض أطفالك نايمين في السيارة من ورا ولا من قدام ولا ناس دي في الشارع ولا شو البعد أنا بدي فهم البعد هذا اسمه عدم محافظة على الأشياء الثمينة وبطبعتنا لازم نحافظ على الأشياء هاي جملة جوهرية أطفالي أشياء ثمينة مفروض أحافظ عليهم بعدين أنت استبحت الطفولة واعتدت على حقوق الطفل هذا الطفل أنت كيف تسوقه؟ في علها عقوبات صالمة أنا بدي أتكلم عن الجانب النفسي والاجتماعي أنا بدي أتكلم عن العقوبات أنا بدي أتكلم عن أنت أنت كإنسان وين إحساسك الإنساني؟ وين أنت؟ أنا بدي أتكلم عن مشاعرك أنت كإنسان في التفاعل الإجتماعي الحقيقي الافتراضي ليش دائما بنعيش في الفضايا وبننشر فضايا وكل يوم بيطلع فضيحة وكل يوم بيطلع ناس بيعقوا على بعض وكل يوم بيطلع قصة شو هالعالم هذا هل هذا عالم صحي هل هذي بيئة صحية للإنسان الطبيعي أكيد لا في ظل كل الإنسانيات في العالم في كل الإنسانيات بعيدا عن الأديان وبعيدا عن المعتقدات وبعيدا الإنسان دائما بيحب يعيش حياته بهدو ويعيش حياته في عالم حقيقي واقعي وعندي أصدقائي وعندي صهراتي ولقاءاتي وقعداتي واكتباماتي لكن أنه أنا أصير عالمي كله وراء كاميرا وراء تليفون وراء بصور طول اليوم وعالمي الحقيقي هو ارتباط أو اتصال في هذا العالم وين أنا صرت ليه ما أبدأ أفكر بشكل منطقي وحقيقي في الحياة نفسها الحياة اللي الله خلقها لنا الحياة الطبيعية إنه نرجع للكون والتكوين الكون وإنه لشو الهدف أو شو الغاية والرسالة بخلافتنا في الأرض أنا ما بدي أتكلم بتراحة وكدة على الهواء ما بدي أتكلم في الدين إحنا لا بدي أتكلم عن أي شيء أنا بدي أتكلم في الواقع الإنسان أنا بدي أقول عن الإنسان الإنسان الطبيعي في كل المجتمعات الإنسانية أنت كإنسان لما أنت بتطلع الحياة شو هدفك؟ هدفك تكون سعيدة كيف بدك تحقق ساعاتك؟ بتحققها في عالم افتراضي؟ انشلت أنت شو ما يصير فيك؟ يعني على هاي الكلمة كمان للأسف حتى في ناس في عندهم حالات خاصة برضو بتنعرض على السوشال ميديا للأسف للأسف هذا أنت بتعتبر الإنسانية سلعة عم بتسوقها والإنسانية أكبر منك بكثير الإنسانية أجمل منك بكثير بكل الإنسانيات اللي في العالم الإنسان إشي رائع وإشي مقدس وإشي حالة أشرق مع الإنسان ومع العرض أنا ما بقى أضيحها في غرفة مسكرة وعنده تلفون وبمارس من خلاله إسقاطاتي النفسية هذا نقص نفسي هذا إسقاطات نفسية كون حقيقي واقعي وعيش حياة نقصي ما بدك ما بقولكش لا انبسط في حياة نقصي ما بدك بس بحقيقة واقعية إنسانية علاقات الحب قضايا كثيرة أصبحت مظاهر موجودة من خلال العالم الإفتراضي هي للأسف بتهدد كل المعاني الإنسانية الحقيقية وجمالياتها هذا كلام خطير دكتور اللي بتحديه هي حقيقة وين الجمال في الحياة الانتماعية الحلوة وين الصداقة الحقيقية وين الحب الحقيقي وين الزمالة الحقيقية وين الجير الحقيقي وين صارت شوشال ميليون صارت أنا بتخبه ورا الكاميرا وما بعرف شو بسوي هاي لازم علينا أنه نصحى ونعي أن التفاعل أن الإنسان كائن متفاعل متفاعل اجتماعي والتفاعل اجتماعي يعني أن يصبح بيني بيني وبين العالم اللي أني مرتبط في العالم اللي حوالي مرتبط في جيراني ومرتبط في أهلي ومرتبط في صحابي ومرتبط في مشاكل مجتمعي ومرتبط في احتياجات مجتمعي وهم مجتمعي هاكون مرتبط في حقيقة وأقدم دور حقيقي مش دور افتراضي نعم طيب دكتور يعني وصلنا للأسف يعني الحديث معك جدا شيق وممكن نحتاج أكتر من حلقة نفصل الأمور يعني كل موضوع له حلقة لكن حكينا قبل الفاصل عن حلول ياريت تكون كنهاية لحلقتنا اليوم إيش الحلول اللي ممكن تقترحها حتى كل واحد يوقف عند حد معين أنا أولا بتكلم عن حلول ورسالة لكل إنسان في المجتمع أن يحمل دوره الاجتماعي وهمه الاجتماعي لأنه الإنسان لا يمكن أن يعيشه وحيدا وبالتالي حتى ما تعيش وحيد يجب أنك تبني مجتمع صحي جميل فيه أشياء كثير حلوة وبالتالي علينا أنه أول شيء نهتم في دورنا في الأسرة الرجل والمرأة عندما يتجوزون يبنون الناس يبنون أرض مجتمع ما هو الأسرة يبنون الأساسية يبنون مجتمع فبنتو ثلاثين تجوزتوا تكونوا يبنون مجتمع تكونوا يجيبوا أولاد بالله عليكم بتعيشوها على العالم الافتراضي تتجوزوا على العالم الافتراضي فإما هذا بتطلب منك شو جدية هاي مؤسسة اجتماعية مش لعبة يعني الزواج مش قصة غزل مع رقاصة مش هاي زواج هاي مؤسسة هاي مؤسسة تجيبوا أولاد وفي علاقات اجتماعية وفي مشكلات راح تصير وفي 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 بتكونوا ثلاثين كيف تبنوا هاي الأسرة المفروض يكون عندكم مفاهيم ومتقاوا مقاعدة ومتكونوا تربوا أولاد انتو بطلوا لي السوشال ميديا طول اليوم على التلفونات بتتجوزوا على التلفونات وبتقعدوه وانتو عرسال لسه من أول أسبوع عشان يلتحي من أول يوم أنه بصير عنده توحد وبصير عنده سلوك فرط حركة شنط الدماء وبصير عنده مئة مشكلة نفسية وبعدين بتقول الولد مو نافع والولد عذبني ما انت السبب هذي نشاتك تنشياتك فحتى نبدأ عالم حقيقية لازم نبدأ في تنشياتنا نكون عالم حقيقية وبتمنى انه الجيل انه الآباء والآباء مهمين والمدرسة كمؤسسات انها تركز كثير على تعميق روح الانتماء روح المحبة الروح الحقيقية وتعود ومهارات للجيل مهارات في التطوع في التكافل في العمل الاجتماعي مهارات في التفكير مهارات في حل المشكلات مهارات في بناء أهداف للمستقبل أهداف علمية اقتراعات احنا بحاجة كثير ثم اجتمعنا لعلماء احنا عندنا مشاكل كثيرة احنا بالأردن عندنا بطالة وعندنا مشاكل اقتصادية فقر وعندنا طيب خلينا نشوف ناس يفكروا في حلول عبقرية حلول مشكلة خلينا نخلق جيل مبدع في العالم الحقيقي خلينا نرسخ خلي المفاين من خلال برامج مخططة ومنهجة حتى وخلي الشوش الميدران تساهم في هذا الدور يكون دورها فعاة دور البناء دور العقيقي في عداد جيل في عداد منجتمع قوي نشيط قادر على العطاء وهذا أنا ما بيعني أنه أنت ما ترفع عن نفسك بالعاس رفع عن نفسك وأنا برفع عن نفسي ولكننا لازم نعيش حياتنا وننبسط بس لما بنقوم يكون عندنا الدور الحقيقي اللي بنقوم فيه وفي مساحة لأنفسنا بس لازم نبني مفاهيم وقواعد أساسية في بناء الأسرة من الأسرة حتى نبني مجتمع قوي ويفهم شو معنى السوش الميدراني يفهمها يستوعبها عشان يتعامل معه واعي شوية واعي وين الأدوار اللي عليها وشو بده يقدم عليها واللي على السوش الميدراني شكراً لكم أنا على راسي بحترمكم كلكوا كلكوا ناس محترمين وأكيد وأنا بحترم كل إنسان في أي مكان طفلاً وبغض النظر عن عقايد ودينه وفكره تماماً لكن بتمنى أنه كمان نراجع عنفسنا نفكر في الرسالة اللي بنقدمها لأنه أنتم ممكن تقدموا رسالة كثير مهمة استغلوا هذا الدور اللي أنتم فيه وهذا المكان اللي أنتم فيه في توجيه المجتمع وتوجيه الجيل لأشياء جميلة وحلوة برسائل مهمة ممكن تقدوها هذا دور عليكم مسؤولية عليكم اجتماعية وإنسانية وأخلاقية وأخلاقية فبتمنى الكل إنه نكون كلنا مجتمع واحد بنقدر رسالة واحدة لهدف واحد وهو إسعاد البشرية والسلام والأمن المجتمع كل الاحترام لك دكتور وفعلاً هاي حلقة رائعة جداً وبتمنى تكون ضيفة بحلقات أخرى معنا وفي مواضيع أخرى حتى نفيد كل المتابعين تابعونا على منصات وخصوصاً بسوشو بشار رافو أنا دائماً سعيد لما أكون معك الله يسعد أذبك دكتور شكراً كل الاحترام شكراً لكم مشاهدينا وإن شاء الله بنلتقي بحلقة جديدة على منصات في برنامج زوشو تابعونا اشتركوا في القناة 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 تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة